اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة عن برج محبوب جدا في التشانل ومن الابراج المهمة جدا هو برج القوس الناري هنتكلم عن اسرار جاذبية برج القوس وليه دايما احنا بنحبه وايه اهم صفاته اهم الحاجات اللي لازم نكون عارفينها عنه لما نرتبط به حاجة مهمة لو نحنا نعرف الصفات دي عن برج القوس كالعادة بليس ما تنسوش تابعوني على الساشال ميديا على انستجرام وفيسبوك تقولي تفراج على ما انتو برج ايه طيب برج القوس انا مبداية جماعة احب برج القوس جدا وعندي اس حب كتير جدا جدا وناس قريبة مني من برج القوس فهم الابراج الاتراكتف بالنسبة لي ابراج اللي بعرف تعمل معاها وبحب تتعامل معاها وستات القوس مستاتل جدع جدا جدا اللي هي اللي يتقال عليها بفعل 600 راجل واللي تبقى بتتعامل معاها بحب كده متزاقش منها لان هي فرفوشة ونعنوشة طيب ببقى ان برج القوس ناري ناري يعني بيدينا ثلاث صفات يعني شخص شخصي قيدية او شخص واثق في نفسه وشخص جري شجاع مقدام بعدين متهول متسرع يعني مش صبور قوي برج القوس مش صبور قوي طيب سواء من الابراج الواثقة في نفسه عنده ثقة في نفسه كده يعني ممكن تلمس مع الغرور زيه زي الاسد يمكن اكتر برج قريل في الصفات من برج القوس الناري هو برج الاسد لان هما الاثنين ناريين زي بعض والكوكب المتحكم فيهم هو كوكب جابيتر وده بيديهم حظ يعني برج القوس من الابراج المخظوظة جدا جدا في حياتها على فكرة شخص اجتماعي قوي محبوب يعني تلاقي دايما الصحابة بيحبوا نزو بتحبوا نزو يدار عليه كده بيحبوا وجودهم لان هو فرفوش كده ونعنوش وبيحب الحياة هو عاشق من الطراز الاول للحياة بيحب الحياة قوي بيحب الصفر بيحب الاكتشافة بيحب اكتشف هو مكتشف كده جريء جدا شجاع جدا مقدم جدا بيقتحم كده على طول زي وزي الحمل عنده زي ما قلت عنده قدرة رهيبة على التحدث يعني جريء بيعرف الكلم كويس بيحب الصهر هو شخصية بيحب الصهر بيحب الكريم جدا جدا لدرجة البذخ يعني القوس مش من ابراج البخيلة اطلاقا ولا يتقال عليه حتى ان فيه سنة بخلب بالعكس هو شخص كريم جدا يكاد يكون مبذر يعني هم بيعرفش حوش اصلا يعني عنيد قوي قوي هو مش شخصيات العنيدة جدا تحس ان هو نجمة كده في نفسه شخص نجمة كده شايف نفسه يعني عارف قيمة نفسه ووثق في نفسه هو نجمة مع نفسه بيحب الميوزيك بيحب الغنى هو فنان كده دايما هتلاقي عنده حتة فن تلاقيه مثلا شخص بيحب يرسم بيحب يغني بيحب يمثل يعني في فاكرة ممثلين كتير جدا بيعنتموا الى بورك القوس انا بحبهم قوي هقولكوا في اخر الحلقة مين ممثلين بس هما عندهم فن كده عندهم هما معاشقين للفن عاشق عاشق تايه في ملكوت الحرية بيعشق الحرية بيكره القيود بيكره ان حد يقيده بيكره ان حد يتحكم فيه لو جربت تمسك او تقايد حرية بورك القوس اذا فهن هي مش هيكمل معك وهيمشي وهيبعد عنك لانهم محبش حد يقيده محبش حد يدايقه في موضوع القيود بقى والنكد بيكره الناس نكدية جدا 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 شخص صريح الى ابعد درجة هو من الابراج الصريح على درجة نصرح خطه ممكن توجعك ممكن تبعيدك يعني هو مش من نوعين بيلفه ويدور هو عنده الحياة ابيض يا اسود يعني عادة القوس مش بيلفه ويدور هو بيحبك يا بان هو بيحبك هو مش شخص بيلفه ويدور اطلاقا اطلاقا يعني هو تمد عليه بيتحمل مسئولية بس يحبش الموعيد يعني دي الاسبايز بتاعته هيبقى كرياتف جدا يعني كرياتف يعني هو فنان بس من غير موعيد ومن غير قيود لو انت عايز تطلق له الفن اديني الحرية اقول له انطلق يا فنان بس تديني بقى قيود وتخنق عليها هيخنق عليك جدا جدا اجتماع من الطراز الاول شخص اجتماعي جدا بحب الناس بيحب هو حبش بقى وحيد يعني فيه ابراج كده تحب العزلة وتحب الوحدة تحب الاعدة في البيت هو بيكره الاعدة في البيت حبش الاعدة في البيت وبرج القوس من الابراج يحبش طبيق بقى هو عايز orders وعايز كل حاجة يزيموزه سريع كده يعني هو سريع مش صبور اطلاقا هو مش ابراج الصبور وخلقه ديق وحمقه كده يعني سريع كده ومتسرع ومتهور ومندفع ما بيسيبش حقه اطلاقا انت لو جيت تصف عند منخيل وكده هيكلك ويعني عمر في حياة برج القوس ما بيسيب حقه اطلاقا ما بيعرفش يسيب حقه زي ما قلت ان هو من الابراج لو بيحب حد واقتنع بيه بيبقى فايتر علشانه يعني هو لو اقتنع بيه وحس ان انت بتاعه كده هيبقى فايتر جدا جدا علشان هو شخص شائي كده ستة او راجل الناس ايه كده حسنوا مرقصة العصابة كده اعتراكتف جدا جزبين شخصية قيادية شخصية قوية شخصية لا شخصية شخصية يعني ما بيهضر وبيضحك كتير جدا ان هو شخصية قوية بيكره الفشل زي يعني ما بيحبش الفشل بيحبش يفشل بيعشق التحدي بيحب يبقى فيه تحدي ويبقى فيه تحدي وان هو يفوز في التحدي هو مش رومانسي او يعني هو مش من الابراج رومانسي جدا هقول ان هو لو هقول يبقى 50% رومانسي 50% mindset او عقلانية بيعشق ان هو يكون اندبندنت او يكون شخص مستقل هو شخص استقلالي اندبندنت بيحب الاستقلالية قلبه طيب يعني هم مش شخص شرير مش مؤذي يعني بس لو جيت عليه القص ما بيسيبش حقه ابدا نو واي نو واي القص يسيب حقه وانتقامي ما بياخد حقه يعني هياخده بس هو بياخد حقه على طول يعني ما بيصبرش بقى بيتكتك مثلا زي الطور الطور ماش عيزكت عن حقه بس ايقعد يتكتك ويفنن لا القص هياخد حقه بايده كده بتصرعش وهي ده بيخليه متهور وعشان كده القص من الابراج الممكن تاخد قرارات كسير جدا مترجع تندم عليها لانه بياخدها بتصرع لحظة تصرع كده هو طموح جدا مثابر جدا جدا دي في زي العزراء يعني هو بيتفق مع العزراء في المثابرة بتاعته وفي الطموح بتاعه في الصراحة يعني دي من صفات المتفق مع برج العزراء بيحب الابرشيشن يعني هو معطاق جدا بس هو لما يكون معطاق بيبقى عايز اابرشيشن عايزك تقدره عايز تقدره عمله عشانك عايز تشكره تشكره بطريقة هو مش مادية يعني شعايزك تشكره بطريقة مادية بس على الاقل تحس ان هو عملك حاجة شخص very hyper very energetic very active نشيد جدا جدا ومش هو الابراج الكسولة خالص بالعكس هو تلاقي ده يحب الرأس يحب الفني يحب الميوزيك يحب الحاجات اللي فيها تمزك كده هو مزاجي هو بيحب المزاج اوي 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 زي ما قلت انها شخصية غيورة جدا 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 وستة القوس على فكرة غيورة اكتر من راجل القوس يعني ستة القوس غيورة من الستاتات الغيورة اوي يعني ومتسلطة مالكين متسلطين ومسيطرين وشككين اوي 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 صلب بالارادة انا ما كو عايز حاجة هعملها يعني هعملها بيحب يكتشف وبيحب يجرب بيحب يدوء ويجرب ويحاول ويهو مش شخص متحفز خالص بالعكس هو مندفع جدا 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 بيكره الفاشل يعني هو حابش يفشر حابش يفشر حابش يفشر هو عايز ينجح وبيحب النجاح اوي بيحب اللي هو يوصل لحاجة زي ما قلت ان هو عشان حبه للتحدي بيخليه بيحب يبقى متحدي ستة القوس من ستات الجدعة اوي لبنينت راجل يعني حاب ستات قوس جدا انا فكرة وبيحب فرفشتهم وناس فرفوشة كده بيحبوا الحياة فيحبوك في الحياة طول ما انتعد معهم تحس ان انت عمال تضحك وبتهزر وعمال بت يعني منطلق ده زيهم هما ناس منطلقة اوي يعني يحبوا الانطلاق ده يحبوا يعني يحبوش هما النكد خالص لو انت شخص نكد اذا فتتعد عن برج القوس طيب مين الابراج اللي بيتطفقوا معهم بيتطفقوا مع الابراج النارية يعني حمل واسد وقوس بيتطفقوا كمان مع الابراج الهوائية جوزاء ودلوي جوزاء ودلوي ميزان مش بيتطفقوا خالص مع يعني او بتبقى العلاقات العاطفية مش قوية يعني انا عملي في حياتي مع لا القوس عندي صعب بين ذلك عزراء بس انا بحبوهم طبعا يعني بس يعني مش بيتطفق مع ابراج الترابية ولا الابراج المائية يعني بيقى فيه يعني كده يعني اوكي طيب مين بقى الفنانين بحبوهم برج القوس ناس كثيرة جدا احب اسري اسمين برج القوس شحبيتي وحبيبتي طبعا ما يكسب برج القوس عمر عمر سعد برج القوس ظافر عبدين برج القوس نيلي الكريم برج القوس مش عايز انسى حد برسمين تاني شريهان برج القوس شريهان ايقونة شوفوا ثقة في النفس وفاكرة دايما فيها امه الاجمت قوي وكلاسي جدا بيتموا بشكلهم جدا جدا جسمهم وبالسبورتس شكلهم حلو تلاقيهم دايما جسمهم حلو انهم بيهتموا بنفسهم دايما مش بيبان عليهم سنهم دايما شكلهم كلا بي هما شكل قوي قوي يا جماعة الفكرة ان البرج بيذو واي بور يور انفو لو انتم بتتبعوني ان البرج الشمسي بتاعي عزراء وان القمر بتاعي قوس فانا عزراء قوس شكرا بحبوكوا قوي يا بولاد حبوكوا قوي قوي برج القوس اه طيب فانا الامري بتاعي قوس يعني انا الحاجات اللي هي علاقه برومانسية بتاعتي وبالحبوة كده يعني قوس ان انا الشمسي بتاعي طيب هعمل لكوا لايف جات فيديو ازاي تعرفوا البورج القمري بتاعك اي بروميس يعني سنة شمسي قوس وامري يعني المون سان بتاعتي قوس وانا عشان كده يعني الايك القوس يعني يعني زوفرة كفاية انو عندكو زوفر عبدين بورو برقوس يعني يبصوا بقى خداص انت عديتوا يعني سجيتيريس دولت عظم على عظم وناس هاسقوا في نفسهم يعني وعرفين امي تنفسهم اوي 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 وعفاكوا هم متوضعين يعني هم مش الابراج المغرورة خالص بلعكس يعني هم متضعين عشان هم بيحبوا ناس كلها وبيعرف تعملوا مع الناس كلها طي قولولي بقى اذا كان الكلم ده بيتطفق معاكوا قولولي تفرجارين في ان انتو بورج ايه وقولولي ايه اكتر حاجة بتحبوها في بورج القوس انا بحب بورج القوس حبه للحياة وان هو شخص اجتماعي وصريح كده ما تخافش منه انهم مش بيلفوا ودوروا بكراك هباك هيعرفك انت بتكراهك بيحبك هيبين ان هو بيحبك تانكو بحبوكو كل الناس عندي على اليوتيوب يدخلو عندي عن الانستجرام ولمنظر عندي عن Instagram يجو عندي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب يعنى كل اللينكات هتلاقوها موجودة عندكم بحبوكو جدا يا بورج القوس اعملو شعر كتير لكل الناس تراههم بورج القوس او scholars بنوwegen بورج القوس وده الحاجات المهمة او الصفات المهمة او اصرار وخفايا بورج القوس اللي خلنا بنحابوه جدا 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 بس تانكي بور بقوس شوفك في فيديو تانيو باي باي مع السلام